موسيقى وجدت قلبي هنتكلم النهاردة عن صلاة الفجر وصلاة الفجر من العبادات اللي كتير قوي مننا مؤثر فيها ومحتاج فعلا يراجع قلبه ويراجع نفسه ويحاول يزبط العبادة دي ويوجد قلبه فعلا بجد وهو بيعملها صلاة الفجر دي بالضبط عاملة زي مفتاح اليوم مفتاح عارف مفتاح الشقة ده أو مفتاح الباب اللي انت لو مش معاك مش تعرف أصلا تدخل يومك من غير الفجر بيبقى فيه حاجة غلط محتاج تبتدي يومك بصلاة الفجر وانا هبتدي كلامي معاك بسؤال ما تكلمني عن حال قلبك في اليوم اللي انت ما بتصليش في الفجر حال قلبك عامل ازاي طب لو سألنا السؤال ده بطريقة تانية طب ما تكلمني عن حال قلب الناس اللي بتمشي في الضلمة وهي رايحة المسجد تكلمني عن حال قلب النساء وهي بتقوم قبل طلوع الشمس والبيت كله سكينة وتقوم تصلي الفجر الفجر سكينة الفجر الواحد فعلا بيقيس قلبه ومدى قربه من ربناه سبحانه وتعالى فعلا بصلاة الفجر الواحد بيستغرب وهو خارج من صلاة المسجد ان الشوارع فاضية اللي بيبقى ماشي فيها واحد او اتنين وبعدها بساعتين بالزبط بتبقى الشوارع زحمة هتقول لي اصلا تعبان انا مش قادر اقوم انا مش عارف ايه صدقني الراحة اللي هتحصل لك طول يومك بعد ما تصلي الفجر تستاهل ان انت تقوم وتتعب لو انت فعلا هتتعب عشان تصلي الفجر صلاة الفجر ليها فوائد وليها فضل كبير جدا جدا من صلى العشاء فيه جماعة فكأنما اقام نصف الليل ومن صلى الصبح فيه جماعة فكأنما اقام الليلة كله انت زي حرم نفسك من الاجر ده انت بركعتين الفجر اللي انت صلتهم في المسجد انت خدت اجر قيام الليل كله وانت نايم على سريرك ما تضيعش الاجر ده ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها وهنا بنتكلم عن ركعتين السنة فما بالك بالفريضة هيكون اجرها عامل ازاي وانصى الله صبح فيه جماعة فهو فيه ذمة الله انت عارف يعني ايه ذمة الله انت في حفظ الله ورعايته ازاي تضيع ده منك وفيه بشرة بشرة يعني كبيرة جدا بشر المشاقين في الظلم بالنور التام يوم القيامة هجما احنا الحاجات اللي احنا بنضيعها بس لمجرد ان احنا ما بنصليش الفجر في المسجد بنضيع خير كبير جدا وفعلا لو عايز تعرف تقيس قلبك هو فين دلوقتي الميزان اللي تقيس بيه ده هو صلاة الفجر طبع عشان يبقى كلامنا عملي وصلاة الفجر دي انا بحس ان هي بتبقى عاملة زي الامتحان واي امتحان في الدنيا فيه حاجتين ان هو بيبقى صعب بس مش مستحيل ان انت تحله فانت محتاج ان انت تنجح في الامتحان ده وتقوم وتصلي صلاة الفجر الواجب العامل اللي احنا هنتكلم فيه في الفجر هقولك ازاي تقوم لصلاة الفجر والمرة ده هيبقى الكلام مختلف مش هقولك بقى ايه ما تتعشش او ما تتقلش في الاكل قبل ما تنام نام بدري اصبط الموبايل لان انا متأكد ان انت عملت ده كتير قوي قبل كده وفي اوقات كتير جدا انت ما كنتش بتقدر تقوم للصلاة فانا هقولك حاجة مختلفة ربنا سبحانه وتعالى لو رأى في قلبك الصدق ان انت فعلا لو ربنا شاف في قلبك ومطلع عليه شايف في قلبك ان انت فعلا عايز تقوم للفجر ربنا هيعينك وتقوم تصلي الفجر من النهاردة قبل ما تنام خلي عندك يقين ان انت ونية ان انت تقوم تصلي الفجر وباذن الله تعالى ربنا يعينك لو رأى منك الصدق ان انت تقوم تصلي الفجر ده كان كلامنا النهاردة في وجدته قلبي عن صلاة الفجر استنونا في الحلقة الجاية وشفونا هنتكلم قلبنا رايح على فين اشتركوا في القناة 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 شكرا